بسم الله والسلاطة 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 لاستكمل استلسات أسراب لندر وهذا هو درس الرابع عشر سوف يكون هناك طريق تاني لتنفيذ اول طريقة هي طريقة لندر ستركتها عن طريق الكيرفز ميزة هذه الطريقة ممكن نتحكم فيه نقلل ونزود ممكن يكون فيه وطبعا ممكن يكون فيه هكذا ده شبيه بالبرج نبدأ في نضيف كيوب ويسكيل في X2 هذا الكيوب هنضيف لي بيفل بعد ذلك هنضيف سيركل ونضغط ويكون سبعة أو ثمانية هضيف بعد البيفل هضيف ثم 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 نضيف الري هكذا نضع نضغط اسكيل في الـ X هذا الشكل بعد ذلك هنضيف الري اخرى هنا في الزد هيكون واحد وهنا في الاكس صفر والارتفاعه ليكون اثناثر هنا طبعا لو الكيوب يكون ماشي مع السيركل يكون كيرفد اسموس اكتر فطبعا هنقول هنا ده سبدي فيجن وده كده من نسبة لي المكعب نفسه هنعمل هيكون فينا سبدي فيجن بحيث يبقى سموس مع الكيرفد ونضيف هنا نورمال سموس ده كده ممتاز جدا باقي اننا نضيف لو ده مثلا بورج فنضيف هنا الافست ففي السكند الري هاهنا ده السكند الري هنقول ان فيه كونستانت افسد متر او على حسب مثلا وليكن ونفتر ونصف بعد كده لو ده كده بنسبة لنا يمكن نضغط سكيل اكس لشان نفلى هزا بفراغ لو المطلوب انه نضيف تيبر انضغط سكيل شيفت دي فنضغط كونترول تي وتيبر هكذا فإذاً ده طريقة إنشاء Circle Array ممكن نستخدمها طبعاً في تصميم أبروك بهذا الشكل طيب في طريقة أسرع ولكن Destructive فلو عندنا وليكن كيوب هكذا والمطلوب نضيف Circle Array فبنزب إليه تموت Ctrl-E Spin العدد ولكن 16 والزاوية 360 لأنها تكون Circle Array لو 180 فهتكون نص زاوية هكذا 90 هيكون هكذا طبعاً الدائرة الكاملة 360 ممكن نزادوا نقل العدد هكذا مجرد ما ضغطنا كده فأصبح تم عمل Confirm لـ Circular Array فما بنقدرش أننا نغير في العدد لكن طبعاً في الر ممكن نغير زاوية العدد والطريقة ديت طبعاً Destructive كل طريقة لها استخدام الدرس القادم برضو هيكون عن Circular Array ولكن نشرح طريقة إضافة Circular Array عن طريق L-Empathy وطبعاً هتكون برضو Non-Distructive Way عن طريق المodifier ترجمة نانسي قنقر